اليوم السابع رصد الخمس ممنوعات على الإعلاميين بيتقول أن الامتناع عن نشر وتقديم أخبار الدعاوي القضائية والجرائم بصورة تؤدي إلى تبررها أو تحبزها وتجنب التأثير على الرأي العام والأطراف المعنية لصالح أو ضد المتهمين أو الشهود أو القضاء ده كان أول حاجة في الامتناع عن الإعلاميين كان فيه كمان باندي تاني بيقول الامتناع عن إصارة الكراهية والتميز والتحريط بكافة أنواعه بين أطياف الشعب وفئاته كمان التالت أن الامتناع عن كل ما من شأنه إشاعة الأفكار اللي بترويج الجلدجل والشعوازة والخرافات وبتغيب العقل هنا النقطة دي رهيما نعاوز أفهم ده في حاجة بسيطة إحنا عندنا القنوات القنوات بتاعة بيري السلم المفروض طبعا الدكتور طارق ساعد نقيب الإعلاميين أخوي وصديقي من عز أصدقائي والناس المقربين والمحببين إلى قلبي ياخد باله من القنوات بيري السلم لأن دي شغالها 24 ساعة على الشيخ أبو فلان المغربي والشيخ أبو أعلان التونسي والشيخ مش عارف إيه حتى الأعلانات اللي بتبقى على البر اللي هو الشريط الأخبار اللي تحت كلها بالشكل ده وفي ناس كتير لحد دلوقتي أنا مستغربة أنه هما بيلجأوا لده وأنه هما بيعملوا اتصالاتهم وبيتكلموا ويقولوا لهم لا حاولون على الهوى لا إشحلون كارتوا هما أصلا معرفهم شو معرفة الشرط ساعة تعقيبا بقى على كمان الخبر ده كان عندنا حدثة في المريطية من أسبوع أو عشر تيام سيدة ابنها تعب فرحت على الجيته عنده دكتور ابنها مخفش فرحت لواحد شيخ سيته زايع يعني فالشيخ ده هو جيل ابنها اتضح أنه دجال أقام علاقة أسمة مع الست لمدة ثلاث سنوات ولما الست جاءت رفضت وقالت كفاية لحد كده طبعا الدجال والنصاب ده كان مصورها هددها أنه يفضح أمرها فتعمل إيه راحت جاء متصل على خطيب خطيب أختها وراح جاءت اتصلت بقى على الدجال قالت له تعالى أنا عزا شوفك النهاردة مش عارف إيه فراح مسكوا خطيب أختها طعنه حوالي عشرين طعنة وبعد ما مات راح جاءت فصلين رأسه عن جسمه وبقى راح جاءت مكيسين الجسة وشايلينها على متسكل البنت وخطيب أختها وراح على ترعة المريطية وراح جاءت حتفين الجسة طبعا هناك المريطية ورجال تلكملة أخضر وهناك رجالة أخطاء الرمي أخطاء الرمي الرجالة هناك مساكتهم فشوفوا ده احنا بنقول ده الكلام ده على سبيل التوعية لإخواتنا وقاعدنا إن هو بيوصل لإيه يعني بيوصل لإيه إن الموضوع ده ممكن يوصلنا لإيه فدي حاجة فعلا يعني جريمة ورا جريمة وجرائم آه يعني شوفوا البداية جاي معالج روحاني في النهاية بقت جريمة وقتل وناس هتروح السجن وناس هتنعدم وبيوت شردت وقسرت دمرت فيا شعب مصر يا أخوتنا يا أهلنا فيه قنوات اسمها قنوات بيري السلم وفيها حاجات كلها كتير ماهيش مظبوطة بلاش تنساقوا ورا الحاجات دي نكمل بقى بقى القنوات برضو اللي هي يعني تلتزم بالمضوان إن شاء الله وان هي يعني خلاص بقى يعني الحاجات اللي هي بتطلع على الشاشة دي يعني يقفوها فورا بعد اللي طلع ده كمان الامتناع عن الممارسات التي يجرمها القانون وترفضها مواصيك الشرف وعلى رأسها السب والقصف وانتهاء خصوصية الأفراد تحت أي ظرف من الظروف الامتناع عن الإساءة للشعوب بما يضرب مصالح الشعب المصري طبعا دي حاجة ممتازة من نقابة الإعلاميين ونقيب الإعلاميين دكتور طرق سعدة وسكرترا عام النقابة الأستاذ المحترم محجوب سعدة بنهنيهم وبحفزهم الخطوات دي خطوات مهمة جدا لصالح الشعب ولصالحنا كمصريين